أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس رفضهم استيلاء الجماعات المتطرفة على فندق البتراء الصغير متبرين ذلك تهديداً لاستمرار وجود الحي المسيحي في المدينة المقدسة وأكدوا في إعلانهم أن هذا القرار سيؤدي إلى التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة في الوقت الذي يحاول فيه الجميع التهدئة والسيرة نحو العدل والسلام وحذروا من الأعمال غير المشروعة للمستوطنين المتطرفين الذين اتبعوا نمطاً من الترهيب والعنف باحتلالهم لممتلكات الكنيسة الرومية الأرثوذكسية وأوضح رؤساء الكنائس أن الجماعات المتطرفة يتصرفون كما لو كانوا فوق القانون دون خوف من العواقب